وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومسندة نشاطه المجتمعي تزامنا مع كون العام الحالي عام 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني وسعيا لمواصلة بهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المخابرات العامة وذلك بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي كما وجه الرئيس بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي وليكون جزءا أساسيا من جهود التحالف وذلك بهدف توفير فرص العمل وبهدف زيادة الانتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين في نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط التحالف الوطني منذ انطلاقه فقط مطلع العام الحالي والذي يتكون من 24 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود التحالف الوطني في المجال الخيري والتنموي على مستوى الجمهورية في إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي للدولة لخدمة الفئات المستهدفة بالتنصيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وقد أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للنشاط الاجتماعي الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والذي يضم أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدود الدخل على امتداد الجمهورية ويعد ركنا مهما في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والتي أثرت على العديد من القطاعات خاصة الغذاء بما يدعم الجهود التنموية المتواصلة للدولة والتي كان آخرها حزمة الدعم الاجتماعي التي وجه بها السيد الرئيس مؤخرا